تصدرت القاضية غادة عون وبفارق شاسع التصويت على لقب امرأة العام خاصة من اللواتي تعرضنا للإشاعات والأخبار الكاذبة في آخر ربع قرن والتي أثرت سلبا على مسيرتهن المهنية وأعاقد تحقيق أهدافهن بشكل مباشر أو غير مباشر فالقاضية عون تخوض منذ نحو خمس سنوات معركة ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وعددا من الجهات بتهم تهريب أموال إلى الخارج والتلاعب بسعر الصرف وضرب العملة المحلية وتبيض أموال وهي تعتبر بصيص أمل بالنسبة لقضية استرجاع أموال المودعين وتواجه مدة عام جبل لبنان حصارا قضائيا وحكوميا يهدف إلى عرقلة مسار التحقيقات المتوقع عن تطار رؤوسا كبيرة يذكر أيضا أن تحقيقات عون ارتكز عليها القضاء الأوروبي في تحقيقاته وأدعاءاته على سلام وشركائه بالعودة إلى التصويت غير الاحترافي ربما لكن الذي يعطي فكرة عن توجهات جزء من الرأي العام فهو ضم كل من القاضية غادعون إلى جانب المقدم سوزان الحاج والإعلاميتين داليا أحمد وديما صادق بالإضافة إلى النائب بولا يعقوبيان والنائب السابق رولاد طبش والصحفية ماريا معلوف وتصدرت القاضية غادعون بفارق شاسع التصويت عن أقرب منافس لها حيث حازت على أكثر من 3.300.000 سوطن أي بفارق حوالي 2.500.000 سوطن عن الحاج التي حصلت على 800.000 سوطن حتى الآن بينما حازت الإعلامية ديما صادق على 86.000 سوطن والنائب بولا يعقوبيان على حوالي 25.000 سوطن هذه النتيجة والأرقام تؤكد أن تحقيقات القاضية غادعون تحظى بتأييد واسع على عكس ما يشاع ففي النهاية حقوق المودعين هي حقوق عابرة للاستفافات الحزبية والمذهبية ففي الوقت الذي غابت فيه كل السلطات القضائية والرقبية والتنفيذية عن القيام بواجباتها حملت القاضية عون قضية المحاسبة واسترجاع أموال المودعين وذهبت بها إلى الآخر متحديات الجميع وما الأرقام إلا أبرز دليل على مدى تضامن المواطنين مع القاضية عون في وجه كل حملات التشويه التي تعرضت لها من قبل سياسيين وإعلاميين وأقلام مأجورة على أكثر من موقع